كان معنا مكالمة تليفون من الأستاذة صفة وسألت سؤال جميل الحقيقة هنجاوب بقى عليه الصدقة في الخفاء وقصرة الإنفاق هو بص حضرتك فكرة الإنفاق بقى نوسع دائرة الفهم في التعامل معها في خواتيم سورة المنافقون ربنا بيقول بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا مما رزقناكم دايما كلمة الإنفاق لما بتيجي على الخاطر والبال إن الواحد ينفق برافو عليك بوكت ماني طلع مثلا ساعة حد مش عارف ايه شيء جميل جدا لأن أول احتياج للناس هو المال ويتحبون المال حبا جمع لكن من وجهة ناظر عايزة أقول للناس بقى نوسع دائرة الفهم في التعامل مع النصوص القرآنية والنبوية فربنا لما قالوا أنفقوا وما قالش من المال قال مما مما في اللغة زي ايه بالضبط كل كل حاجة كل اللي ربنا ادهو لك يعني مثلا حضرتك خبرة في الإعلام تيجي في مرة تيجي بطلب أزيزي استسغنطاتين كده بيعملوا ترينج واللي عايزين ياخدوا كورس وتعلميهم أنا مرة مثلا أروح مكان أدي محاضرة أو أدي درس أو أعد أعلم الناس في مكان وما أخدش مقابل ليه بقى؟ لأن الإنسان عنده حاجة اسمها زكاة النعم الله زكاة النعم اللي ربنا اده للإنسان أن ينفق من كل اللي ربنا اده له الأستاذة بتقول الصدقة ترفع البلاء وتدفع البلاء يعني ربنا سبحانه وتعالى لما يكون الإنسان عنده مشكلة عنده مصيبة بنقوله واحد خد بالأسباب اتنين ادعي ربنا أن يرفحها عنك تلاتة تصدق تصدق ليه بقى؟ لأن الصدقة أنت بتقول يا رب مش أنت أديتني نعم يا رب أنا هدي وهيكون عندي إنفاق وبذل وعطاء فربنا بيدفع عن الإنسان وبينميه ده إزاي بقى؟ ربنا أقول في سورة التوبة بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة سؤاله الأستاذة عن الصدقة لما أخذ من فلوسي صدق وأنوي أشيلها على جنب وأجنبها ونعرف ناس كده بتيجي كل شهر من كل إنكم ودخل وفلوس داخلها أو أي مكسب يقول شاهل جزء كده برافو عليك يحطه في ظرف ويسميه كده بتاع ربنا لوجه الله ابتغاء مرضات الله ظرف الصدقة ظرف الإنفاق ظرف العطاء وهو ماشي بيقابل ناس أو فيه ناس يكلموه ده فيه ناس محتاجة بطاطين ناس محتاجة دوة معين أنا بقى لمحافظ على الصدقة دي وأنا عندي ابتلاءات إيه لا هيستفادوا وإيه لا يعود علي ربنا بيبشرك وبقولك خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بنعمل زنوب ومعاص وأوزار وأدران وبيبع عندنا حاجات كده إيه يعني نكة سوداء بيجي على القلب وعلى الروح وعلى النفس ده حتى بيقولك دو مرضاكم بالصدقة برافو عليك فالواحد مننا لما يكون تعبان وعنده ابتلاء يحاول يتصدقوا على فكر الناس يقولك يا شيخ أنا هتصدق منين هو أنا لا يأكل اللي داخل على قده ده أنا أدوبك كده يا أدوبك مستورة تعفى ربنا بيقول إيه بقى في سورة الطلاق يقول لي ينفق ذو ساعة من ساعته يعني كل أحد يطلع على قده طب يا رب ومن قدر عليه رزقه يعني اللي ربنا سبحانه وتعالى قطر عليه أو ظروفه صعبة وما عندهوش رزق كتير تعرف ربنا بعدها يقول إيه فالينفق مما آتاه الله يعني برضو الله اللي زروفه صعبة ينفق بس ما ينفقش فلوس لو ما عووش مما آتاه الله من الخبرة من الوقت من تعليم الناس من الابتسامة الحلوة من الروح الجميلة اللي يبعثها في الناس الإنفاق ده مهم جدا ربنا تقبل الأستاذة وشكرا لدعواتها الجميلة